بخطوات مختلفة عن سابقاتها تتحرك الحكومة لمكافحة الفساد بعد وضع يدها على كبار المتورطين بسرقة المال العام في ظل دعوات شعبية لإبعاد التدخلات السياسية عن هذا الملف إلى مراحل اختلفت عن سابقاتها وصلت إليها الحكومة الحالية في محاربة الفساد ووضع اليد على بعض سراق المال العام إنهاء هذا الملف من أهم الوعود التي جاءت في برنامج عمل السوداني وبانتظار تطبيقها بصورة شاملة من غير إخفاق أو توقف حقيقة إنجازات طيبة وضعت يدها على بعض الملفات المهمة والخطيرة تم كشف كثير من الخفايا في موضوع الفساد الدار والمال في بعض الدوار الدولة واللهيئات الموجودة حقيقة كشفت كثير من رؤوس الأمال الكبيرة ولكن يبقى طموح المواطن أكبر يبقى أن تكون هناك حقة جدية أكبر وأن يكون هناك ضرب بيد من حديد حقيقي لكل رؤوس الفساد سواء كان فساد الداري أم مالي إسناد الكتل السياسية لحكومة السودان بقرار حقيقي وجاد في القضاء على الفساد وتحجيم وجوده الطاغي في جميع المفاصل هو ما يحدد مواصلة ضرب الفاسدين وأصحاب السرقات الموجعة لخزينة الدولة المتعالينة على القانون بدون دعم سياسي لا يمكن تحقيق عملية محاربة الفساد هذه نقطة مهمة وجوهرية قلت لك أن الفساد هو فساد سياسي في بعض الأوجه هو فساد سياسي وآلية محاربة هذا الفساد أو الحد منه يعني على الأقل تحتاج إلى أجماع وإلى أن يكون هناك إرادة عراقية وطنية بهذا الخصوص إصلاح الواقع الإداري والمالي يتطلب صرامة وقوة في التنفيذ وما تبنته الحكومة وضعها أمام اختبار صعب يترقب الجميع إلى نتائجه كيف ستكون استمرار كبح الفساد وملاحقة المتورطين بسرقة المال العام خطوة عملت عليها الحكومة الحالية وحققت من خلالها نتائج واقعية وفي المقابل إدامة الدعم السياسي للسوداني سيمنح له المساحة الوافية للقضاء على الفساد بأشكاله المتنوعة أحمد ليث بغداد الرابعة